شبيبة التلال الدروز هي ردة الفعل الاستنكارية على سياسة الكيل بمكيالين بكل ما يتعلق بأزمة السكن والمسكن ففي حين يقف وزير استيطاني متطرف يحرد على الاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني تقوم المؤسسة ذاتها بحرمان أبناء الطائفة العربية المعروفية من حقهم في الأرض والمسكن سنين طوال من المعاناة وأكثر من 130 يوما على نصب خيمة الاعتصام ليصاعد الحراك الشعبي من نضاله ليعيد أرضا سلبت منه ويقيم على أرضها قلاعا عربية معروفية ويعلن على أرضها عن إقامة مجلس الشعب الدرزي الأول في البلاد الأرض هون مجذرة عربية معروفية أصيلي ولكن مع الأوقات ومع الأزمان اللي يجت على دولة إسرائيل سلبت في مصميات كرنكاية مثل إسرائيل فإحنا اليوم في مصار ومشوار إعادة الجذور والأراضي لأهليها في الضيقة السكنية اللي احنا موجودين فيها مش بس في الكرمل في الكرمل وفي الجليل عم من قيم هاي البؤر الاستطانية أو القلاع حال القرى المعروفية كحال معظم البلدات والقرى العربية وكحال القرى مسلوبة الاعتراف في النقب التي أعلنت عن تضامنها مع الحراك الشعبي في الكرمل ولكن لا حال يحول بين الحلول والأزمة التي تدعي الحكومة على نيتها بحلها ومش رحين نتراجع ولا في أي طريقة من الطرق بلا مناخذ كل حقوقنا اللي الدولة سلبت لنا إياها ولو بد يكون بد يكلفنا شو ما كلفنا يعني مستعدين ندفع دم من شان ناخذ حقوقنا وضرت طراب من الطراب الطايفة الدرزية بعد مش ممكن نتخلى عنها ولا في أي طريقة من الطرق عقب سنة سنة ونص أخذنا أمر هدم وغرامة مالية عقبها بسنة قيمة 300 ألف شكل عقب ما جربنا تقولي كل الطرق اللي هي محامين وفي المحاكم الحل الوهيد اللي يظل عندنا هو الحراك الشعبي أركضوا للتلال واستوطنوها رسالة واضح مفادها وجهها وزير الأمن القومي إتمار بن جفير لفتيان التلال الاستيطانية وأما هنا في الكرمل فيأت الرد أن لنا الأرض ولنا الحق في العيش بكرامة عليها شكرا